نهاردة بتحل ذكرى اغتيال مضيعة التلفزيون المصري سلوح جازي على يد العدو الإسرائيلي في 21 فبراير 1973 الألمية الكبيرة سلوح جازي بدأت مسارتها في بداية الستينيات كموذيعة تتحدث اللغة الفرنسية مع انطلاق بث التلفزيون المصري وأسهمت في تأسيس التلفزيون العربي وقدمت العديد من البرامج التلفزيونية بالفعل كان ليه عدد كبير من البرامج التلفزيونية زي برنامج شريط تسجيل وبرنامج ريبرتاج الفن والحياة وبرنامج صهرة الأصدقاء والمجلة الفنية وكان أشهرهم على الإطلاق برنامج الأطفال لعصفير الجنة اللي جعل لها شعبية كبيرة عند جمهورها من الأطفال لما تعرفت وقتها باسم ماما سلوى تحل اليوم ذكر اغتيال مذيعة التلفزيون المصري سلوى حجازي التي توفيت في مثل هذا اليوم 21 من فبراير عام 1973 ولدت سلوى حجازي في الأول من يناير عام 1933 بحي العباسية بمدينة القاهرة ودرست في مدرسة الليسيل فرنسية وبعد حصولها على الشهادة الثانوية التحقت بكلية الأداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة والتحقت بالمعهد العالي للنقد الفني بعد تخرجها من الكلية لتصبح من أوائل المتخرجين منه والدها هو المستشار رضوان حجازي من أكبر قضاة مصر وهو من أصدر الحكم في قضية رايا وسكينا في بداية الستينيات بدأت مسيرتها كمذيعة تتحدث اللغة الفرنسية مع انطلاق بث التلفزيون المصري وأسهمت في تأسيس التلفزيون العربي وقدمت العديد من البرامج التلفزيونية ومنها برنامج شريط تسجيل وبرنامج ريبورتاج الفن والحياة وسهرة الأصدقاء والعالم يغني والمجلة الفنية وكان أشهرهم برنامج الأطفال عصفير الجنة الذي جعل لها شعبية كبيرة بين جمهور الأطفال وعرفت باسم ماما سلوى سيداتي أني ساد ساداتي مساء الخير برنامج تحت الشمس اللي لادي بيدعوكم لزيارة الإزاعة برنامج تحت الشمس هيسجل وينقلكم كل أوجه النشاط المختلفة اللي موجود في مبنى الإزاع النشاط اللي عادة بيصلكوا عبر الميكروفون النهاردة لأول مرة هي تجسد صوت وصورة من خلال التلفزيون فإلى هناك بجانب عملها كمذيعة كانت سلوى حجازي أديبة وشاعرة فكتبت ديوان شعر باللغة الفرنسية ترجم إلى العربية بعنوان ضوء وظلال وديوان أيام بلا نهاية وحصلت على الميدالية الذهبية في مسابقة الشعر الفرنسي في منتصف الستينيات تزوجت سلوى حجازي من القاضي محمود شريف بطل النادي الأهلي وبطل منتخب مصر في الجنباز وأنجبت منه أربعة أبناء تم اغتيال سلوى حجازي في 21 فبراير عام 1973 حينما كانت في طريق عودتها من ليبيا إلى القاهرة وكانت على متن الطائرة التي تعرضت لعاصفة رملية بعد دخولها الأجواء المصرية وهذه العاصفة أجبرت الطاقم على الاعتماد كليا على الطيار الآلي ودخلت عن طريق الخطأ في المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي في ذلك الوقت فقامت طائرتان إسرائيليتان بإسقاط الطائرة في صحراء سيناء ونتج عن الحادث وفات 108 كانوا على متنها من بينهم المذيع سلوى حجازي وبعد اغتيالها منحها الرئيس أنور السادات وسام العمل من الدرجة الثانية عام 1973 باعتبارها شهيدة من شهداء الوطن اشتركوا في القناة